السلام عليكم والرحمة الله وبركاته من فضلك للاشتراك والآيك والتعليق تعرف على بعض الأعشاب والنباتات وما يعادلها من أدوية كيميائيات الإنسان عادة فكل آلام يؤلو ما يتوج إلى الأدوية والمسكنات وهذا الموضوع شائع للكثير من الناس وبعض الأشخاص يستخدمون الطب البديل وهو الأعشاب والنباتات الطبيعية وبعضهم يأخذون كعادة وليس دواء والبعض الآخر يستخدمون الأعشاب والباتات الطبيعيات كدواء ومسكنات وهذا يبدو لهم أنها طريقة فعالة وبالطبع فعلا أنها طريقة مؤكدة وسلمة لأن بعض الأدوية الكثيرة مستخلصة من الأعشاب والنباتات الطبيعيات والكان تعرف سويا على هذه الأدوية وما يعادلها من الأعشاب والنباتات الطبيعية يتعب الكثير في البحث عن الأعشاب دون أن يجدها أو يعرف أسماؤها فمعظم الناس لا يعلمون فائدة الأعشاب وما دواع استخدامها ويعتبر التدواب الأعشاب من أكثر العلاجات انتشارا حتى فمصر فبدأ البعض لابتعاد عن العلاج بالأدوية والتوجه إلى كل ما هو التبيع وتعتبر من الظواهر العريقة فشبت الجزيرة العربيات منذ قديم الزمان وكان الأطباء العرب القدماء يؤمنون بأنه لا يوجد مرض لا يمكن علاجه بنباتات أعشاب طبيعيات ومكملات غذائية للطهير المعدة والآمعاء هناك العديد من الأعشاب والمكملات الغذائية التي تعتبر مصادر رائعة لعلاج ابتهابات الأمعاء الغليظة والقولون وأمراض الجهاز الهضمعي هذه الأعشاب لا تعالج مشاكل المعدة والآمعاء فحسب بل أيضا تساعد على تحسين الصحة العامة للإنسان وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة وتنشيط أعضاء الجسم المختلفة هذه الأعشاب والمكملات تستخدم منذ سنوات طويلة في علاج العديد من الأمراض في هذه الفيديو ستتعرف على بعض من هذه الأعشاب واحد الأوريجان واحد من أفضل الأعشاب والمكملات التي ينصح بها الأطباء الأشخاص الذين يعانون من التهابات الأمعاء أو القولون بالإضافة لذلك يحتوى الأوريجان على نسبة عالية من مضادات الأكسادة والتي تعمل على تنقية الجسم من السوم الأوريجان ويعتبر من الأعشاب التي تعمل على رفع مناعة الجسم وهو مضاد للألتهابات أيضا ومن فوائده أنه يعالج مرض الخميرة الذي يحدث بسبب فطر الكانديدان إثنان البريبي وتكي البريبي وتكي هو واحد من أفضل المكملات الغذائية لعدة أسباب نذكر منها أنه يساعد على علاج التهابات الأمعاء وتحسين عملية الهضم كما أنه يعمل على تقليل الغازات والانتفاخات التي تحدث في البطن وكذلك القضاء على إسهال وإمساك البطن كما اكتشف العلماء أن مكمل البريبي وتكي يساعد على تحسين الحالة المزاجيات والقضاء على الأكتئاب لأنه يقضى على البكتيريا الضارة التي توجد في الجاهز الهضمي والتي أثبت العلم أن لها تأثير مباشر على المخ ثلاثا بات العصفور يتوفر فيه أغلب الأملاح المعدنية والفيتامينات والبروتينات والمواد المضادة للأكسيدة فهو يستعمل في علاج البوعق والكلف والحكاويت برائحة الفم وتخفي فئة إلام المعدة ينشط وظائف الكبد خافض للحرارة ويعالج الكدمات والأم الجلد وتهابه والجروح والأم المفاصل كما يدخل في الصناعات التجميلية أربعة زعفران يحتوي الزعفران على فيتامينا بواحد ويب اثنان ومجموعة من الزيوت الأساسيات والمواد الكيميائيات النباتية التي لها خصائص علاجيات قوية فهو يدر البول الطامث ويقوى للأعصاب ويحارب الالتهابات ويداعم جهاز المناعة البشري ويحمي الجسم من أمراض سرطان خمسة النعناع النعناع هو عشب قوى جدا وفعال في تحسين عملية الهضم فهو يعمل على علاج تشنجات المعدة وتوترها ويقوم أيضا بعمل استرخاء النفس للجسم والأعصاب عن طريق محاربة القلق والضغط العصبي كما يساعد على تنشيط ذاكرة ورفع مستوى التركيز 6 ريحان الريحان هو عشب مضاد للألتهابات كما يعتبر عشب مطهر للجسم من البكتيريا والجراثيم ومضاد للعفونة التي قد تحدث داخل المعدة الرحان أيضا مضاد قوى للتوتر وليكتئاب ويفيد في علاج حالات الصداع يمكنك تناوله مع الطعام أو شرب شاي ريحان أو أخذه كمكمل غذائي 7 شاي الأخضر الشاي الأخضر واحد من أكثر الأعشاب فائدة وفاعلية لأسباب متعددة منها أنه يحتوى على مادة تسمى الثيانين والأحماض الإيمينية والذان يعملن على تقليل التوتر والضغط العصبي ومحاربة التهابات الجسم بصفة عامة وتهابات المعدة بصفة خاصة الشاي الأخضر يحتوى أيضا على نسبة عالية من مضادات الأكسادة والتي تقوم بمحاربة الشيخوخة وتطهير الجسم من السموم المختلفة الثمانية عشبة الشمر عشبة الشمر ها إحدى النباتات التي لها طعم حلون وها غنيات جدا بالألياف والكثير من الفيتامينات مثل فيتامين جي والفولات وفيتامين بثلاثة وفيتامين بخمسة حيث يحفظ الشهية يساعد في الهضم يستخدم في حالات الضغط الدم المرتفع ويساعد في شد الجسم تسعى بذرة الكان هي من أغنى المصادر النباتية بالأوميجا ثلاثة والأوميجا ستة وهي من المصادر الغنيات جدا بالمعادن فيتامين بثلاثة والألياف يزيد الشعور بالشبع يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية يقلل خطر الإصابة بنوبة القلب ويعمل على تليين شرعين عشرعين الجمل يعتبر عين الجمل من أفضل أنواع المكسرات التي تحتوي علي القيام غذائية عالية فهو يحتوى على الماغنسيوم والألياف وهو مصدر غني بأحماض الإوميجا ثلاثة حيث يساعد في تخفيض ضغط الدم الوقع يهمن السرطان فقدان الوزن صحة العظام منع تكون الحصوات ومنشط قوى للعلاقة الجنسية أحد عشر المرمورية تتميز أوراق المرمورية باللون الأخضر المائل للإرمادي وتعتبر من فصيلة الريحان والنعناع حيث تساعد على تنشيط ذاكرة اضطرابات الحيد مرضى الزهيمر التهاب الحلق وإضطرابات الحيد أمراض القلب والأوعية الدموية مقاومة تجاعد البشرة وتخفي في الوزن 12 أكليل الجبل يساعد عشب أكليل الجبل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والعمل على تدعيم وتقوية صمامة القلب والأوعية الدموية يمكن أن يستخدم إكليل الجبل كالتوابل تضاف للحوم أو السلطة عشب إكليل الجبل أو حصل بامن الأعشاب العطرية ذات الروائح المميزة وتستخدم كنوع من التوابل وتعتبر مقوية للاذاكرة مضاد للتشنجات مضاد لقشرة الشعر مشاكل الجهاز الهوضموي تعمل على تعزيز المناعة مضاد لسرطانات صحة الجهاز الهوضموي الصداع النصفوي مضاد للأكتئاب وتساعد على تحسين المزاج مدر للأبول ومكافحة الشيخوخة ثلاثة عشر عشبة الأقوحوان يزرع بصورة واسعة عبر أوروبا وشمال أمريكا وشمال إفريقيا ووسط آسيا ويساعد على توسيع الأوعيات الدموية ملطف للحما دواء مدر للأطمث مدر للأبول طارد للريح مضاد للتشنج مقاوم للألتهابانت مضاد للبكتريا أربعة عشر القرفة القرفة هي نبات شجرة دائمة الخضرة استوائية كثيفة وتستخدم فعلاج الأم البطن علاج الكلف النمش الصداع الزكام والأم الأذن علاج الإسهال علاج الالتهابات خمسة عشر الكركديه الكركديه من أكثر المحاصيل السودانية تنتشارا في الأسواق العالمية حيث يساعد على سرعة دوران الدم علاج الحميات منشط للهدم يقوى ضربات القلب علاج الزكام ومزولات البرد طارد للصمم وتهاب المفاصل وروماتيزم ستة عشر الحبهان الحبهان هو ملك التوابل على مستوى العالم حيث لا يخلط عام منه وينمو الحبهان في العديد من الدول ومن أشهرها الهند سيرعلانك وجوات مالا ويستخدم في علاج اضطرابات الهضم أديدا المعاوية تنبيه الرخبة الجنسية نقص تدفق الدم علاج التوتر العصبي والإنهاك والألم علاج نزالة البرد وعلاج التهاب والحنجرة سبعة عشر حبة البركة تحتوي حبة البركة الحبة السوداء على فوسفات وحديد وفوسفور وكرب وهيدرات كما تحتوي على المضادات الحيوية المدمرة لكل أنواع الجراثيم مضادة لسرطان مدرال لبول تنشيط جهاز المناعة إزالة التوتر العصبي حالات السعال وربو إزالة الخمول والكسل مرض السكر علاج الصدفية حالات التهاب للقلب حالات البهاق حالات الحموضة وحصوات الكلاو والمثانة الثمانية عشر البابونج البابونج ينتمي إلى عائلة الزهور ولكنه يصنف من ضمن الأعشاب يعتبر البابونج مضاد قوى لالتهابات الجهاز الهضمي وكذلك أيضا الالتهابات التي تصيب الجسم كله هذا بالإضافة أنه يساعد على تخفيف الضغط النفسي والعصب والتقليل حدة التوتر والقلق فقط شرب كواب واحد من شاي البابونج يوميا قبل الخلود للنوم مباشرة يساعد على هدوء الأعصاب واسترخاؤها في دقائق معدودة له الرائحه جميلة وميزة ويسمى البابونج في بعض البلدان العربيات فراخ أم علي البابونج نابة بري تكثر مشاهدته في البراري خلال فصل الربيع ويتم جمع أزهاره وتنظيفها وتجفيفها لغرض بيعها لدى العطارين أو العشابين ويستخدم فاتنظيم الهضم تقلصات المعدة يقلل إلى مروماتيزم حموضة المعدة الغازات يساعد في تليين العضلات يعالج الجروح حالات الأرق والعصبيات 19 البن البن أو القهوة واحدة من أكثر المشروبات الأكثر استهلاكا بالعالم العربي حيث أنه يزيل تقصف ويعتر الشعر يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات القاتل عند رجال وخطر الإصابة بالجلطة الدماغية وعلاج بعض أمراض سرطان ومراض السكر الكركم الكركم هو ذلك العشب الذي يعطى للاكار لونه الأصفر يستخدم الكركم كالتواب لتضاف للطعام لتعطى لها لونا ونكوه مميزين أثبتت الأبحاث العلميات أن للاكاركم فوائد عديدة في علاج الكثير من الأمراض وكذلك قتل البكتيريا والجراثيم الضارة في الجسم بالإضافة لذلك يعمل الكركم على منع انتشار خلايا سرطان في جسم الإنسان 21 الفلفل الحلو البابريكا تحطو البابريكا على العديد من الفوائد أهمها أنها تعمل كمضاد لالتهابات الجسم المختلفة هذا بالإضافة لأحتوائها على مضادات الأكسادة التي تقوم بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض سرطان تماما مثل عشب الأوريجان و22 جذور الجنسنج عشبة الجنسنج معروفة عند السكان الأصليين الأسيابيرية وكذلك أجزاء عديدة من القارة الأسيوية وقد استخدمت في الطب الصيني القديم لألاف السنين حيث كانت بمثابة عشبه للطاقة وهما لا يزالون يستخدمونها لهذا الغرض حتى اليوم ويستخدم فتحسين التفكير، مرض السكر، البقاية من سرطان، الإرهاق، مشاكل الجلد وحب الشباب وتساقة الشعر ولا الحاجة للأدوية علاج نفسك بعشر مضادات حيوية طبيعية أقضي على التفيلية المعاوية بثوم وعالج التهابات القدم بزعتر والجروح بالعسل وخففة إلى ملجهاز التنفس واللث بالزنجبي لتحذر الكثير من الدراسات والأطباء من الإفراط فتناول المضادات الحيوية نظرا لتأثيرتها الصحيات على الجسم والمضادات الحيويتها الأدوية المستخدمة لعلاج ومنع الالتهابات البكتيرية وعندما يتم استخدامها بشكل صحيح فإنها يمكن أما تقتل أو تمنع نمول البكتيرية لتتسبب مشاكل التهابات في الأذن أو في المعدة وكذلك مشاكل الجلد وغيرها وهناك أنواع مختلفة من المضادات الحيوية تعمل ضد أنواع مختلفة من البكتيرية وبعض أنواع من التفيليليات حيث يصف الأطباء المضاد الحيوى تبعا لنوع الجرثومة بكتيرية أو تفيليليات التي تتسبب العدوة ومع ذلك فإن المضادات الحيوية لا تحارب الالتهابات التي تسببها الفيروسات مثل نزالة البرد والضنفيرونزان والسعال وتهاب الحلق كما أنها لا تعمل ضد الالتهابات الفطرية ولكنها أصبحت واحدة من الأدوية الأكثر وصف اليوم حيث أدى الإفراط وسوء استخدام المضادات الحيوية إلى مقاومة المضادات الحيوية وبالإضافة إلى ذلك فإن لها استخدام زائد للمضادات الحيوية يقتل بكتيري الأمعاء المفيدة وإل تتعمل على الدفاع الطبيعة عن الجسم وتتسبب فأثار جانبية مثل الإسهال وتقلبات المعدة والغثيان ولكن وكما قال العالم أبقرط دع طعامك يكون دوائك ودوائك يكون طعامك فإن هناك العديد من المواد الطبيعيات التي تتعمل كمضادات حيوية دون آثار جانبية وأوضح الخبراء أن العديد من الأطعمة تعمل كمضادات حيوية فعالة فعلاج العديد من المشاكل الصحية وتحارب الالتهابات الفيروسية والفطرية وبالإضافة إلى ذلك فإنها لا تقتل البكتيري الجيدة الموجودة بالمعدة وفيما يلا أهم عشر مضادات حيوية طبيعية وفقا للموقع توب الأمريكا حيلث المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية وحب أثوم ثوم مضاد حيوى طبيعة وكذلك مضاد للوفطوريات والفيروسات حيث وجدت دراسة أجريت عام 1999 نشرت في مجلة المايكروبات والعدوى أن مركبات الكبرية المعروفة باسم الأليسين الموجودة فالثوم تعمل كمضادات حيوية طبيعية وبالإضافة إلى ذلك يحتوى الثوم على مجموعة من الفيتامينات والمواد المغاذية والمعادن التي تعود بالفائدة على العافية الشاملة كما أنه يساعد على قتل التفيلية المعاوية وينصح الخبراء بتناول إثنان إلى ثلاثة فصوص من الثوم الخام على ريق يوميا إثنان العرسل يعتبر العسل واحدا من أفضل المضادات الحيوية الطبيعية كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للمايكروبات والمضادة للالتهابات ومطهر وقد كشفت دراسة أجريت عام 2014 أن العسل لديه القدرة على مكافحة العدوى على مستويات متعددة مما يجعل من الصعب على البكتيريا تطوير نفسها مرة أخرى ويحطو العسل على مزيج فريد من بيروكسيد الهيدروجين والأحماض وارتفاع تركيز السقر ومادة البوليفينولين يساعد على قتل الخلايا البكتيرية وحصول على فائدة المضادات الحيوية من العسل يجب استخدام العسل العضوى الخام وهو أيضا خيار جيد ليكون مفيدا فعلاج الجروح الموضعية المقيحة ولا تقوية الجهاز المناعي يفضل خلط كميات متساوية من العسل وامسحوق القرفة وتناول هذا المزيج مرة واحدة يوميا كما أن إضافة العسل إلى الشأ والعصائر وسيلة أخرى ممتازة لتمتع بفوائده الصحيات ثلاثة زيت الزعتر وفقا لدراسة أجريت عام 2001 من قبل المركز التبال جامعة جورج تأوان فإن زيت الزعتر قد يكون علاجا فعالا ضد البكتيريا المقاومة للعقاقير ويحطو الزعتر على الكرفاترولي وهو عنصر كيمياء فزيت الزعتر يساعد في تقليل الإصابة من الأمراض بفعالية كم المضادات الحيوية التقليدية كما أنه يحتوى على مضادات الأكسادة مطهر مضاد للفيروسات والفتريات مضاد للالتهابانت ضد التفيلية وله خصائص أيضا تساعد على تخفيف الألم كما يستخدم كعلاج لالتهابات القدم أو الأظافر وذلك بإضافة بضع ملاعق صغيرة من زيت الزعتر إلى حوض مملؤ بالماء الدفئ مع نقع القدمين فذلك لبضع دقائق يوميا لمدة أسبوع وإضافة إلى ذلك يستخدم زيت الزعتر فعلاج التهاب الجيوب الأنفية وتهابات الجهاز التنفس العلوى وذلك يتم بوضع بضع قطرات من زيت الزعتر فاوعا من الماء المغلى ويستنشق البخار ويفضل القيام بذلك مرة واحدة يوميا حتى تخلص من العدوى أربع أوراق الزيتون أوراق الزيتون يمكنها علاج أنواع مختلفة من العدوى البكتيرية حيث أشارت دراسة أجريت عام 2003 نشرت فا دوريات الأمراض الفطرية أن أوراق الزيتون تتمتع بإمكانيات جيدة مضادة للجراثم والبكتيريا والفتريات كما تتميز أوراق الزيتون أيضا بخصائص مضادة للالتهابات 5 فالطب الهند القديم وصينا يستخدم الكوركوم الذي يتميز بخصائص المضادات الحيوية للمساعدة فا تدمير البكتيريا التي تتسبب الأمراض وتعزيز المناعة الطبيعية للجسم وبالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد على منع الالتهابات البكتيرية فالجروح ووفقا لدراسة أجريت عام 2009 نشرت فمجلة مضادات الجراثم والعلاج الكيمياء أظهرت أن الكوركومين له نشاط مضاد للميكروبات حيث إن الكوركومين هو العنصر النشاط فالكوركوم 6 زنجبيل ملك المضادات الحيوية الطبيعية حيث يساعد الزنجبيل على منع وعلاج العديد من المشاكل الصحيات التي تسببها البكتيريا كما أن الزنجبيل الطازج يعمل كمضاد حيوى ضد مسببات الأمراض التي تنقلها الأخذية مثل سائلام ونيلا كما أن لديها تأثير مضاد للجراثم التي تصيب الجهاز التنفس واللثة وأضاف الخبراء أن شرب شاء الزنجبيل إجراء وقع أقوى ضد الالتهابات البكتيرية ولتحضير هذا الشاء يتم غليان واحدة بوسط من الزنجبيل الطازج فحوالي واحد نقطة خمسة كواب من الماء لمدة عشر دقائق ثم إضافتان العسل وعصير الليمون لتخيير الطعم ويتم شرابه يوميا سبعة عشب إشانسا عشب إشناس من المضادات الحيوية الطبيعيات التي يمكنها علاج الجروح والالتهابات البكتيرية كما تقوى أيضا من مناعة الجسم لذلك فإنها تحمى من الإصابة بالعديد من الأمراض وأوضح الخبراء أن تطبيق كريم أو مرهم إشناسا مضعية يمكنه تطهير وعلاج الإنكزيمة وصدفية عدة مرات فاليوم كما يمكنه أيضا علاج الجروح المفتوحة والمتعلقة بالبكتيريا وغيرها من المشاكل الجلدية وللمساعدة فادراء أو وقف العدوى البكتيرية يفضل شرب واحدة واصل اثنان أكواب من شاء إشناسا يوميا ملاحظة ما لم توجه من قبل الطبيب لا تأخذ هذه العشب داخليا لأكثر من أسبوع أو عشر أيام وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه العشب قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتيات الثمانية الجريب فاروت مستخلص بذور الجريب فاروت جسي مطهر طبيعة وكذلك مضاد للفيروسات والفطريات وتشير الدراسات إلى أن بذور الجريب فاروت فعالة ضد أكثر من ثمانية مئة شكل من أشكال الفيروسات والبكتيريا وأكثر من مئة سلالة من الفطريات والعديد من التفايليات وبالإضافة إلى ذلك فإن جسي تحطو على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسيدة وإلو تتعزز مناعة الجسم الطبيعية ووفقا لدراسة أجريت عام 2002 نشرت في مجالات الطب البديل والتكملة فإن جسي لها خصائص مضادة للميكروبات وذلك ضد نوعيات البكتيريا سلبيات الجرام وإيجابية ولعلاج التهابات الجلد يفضل إضافة بضع قطرات منجسي إلى واحدة ملعقة كبيرة من الماء ومن ثم تطبيقه على المنطقة المصابة كما يمكن استخدامه بمثابة مطهر للوجلد واليدين وعلاج حب الشباب تسعة أنيم هو عشب معروف أيضا باسم الأرجو أن الهندا هو مضاد حيوى طبيعة آخر كما أنه يساعد على مكافحة البكتيريا التي تتسبب البثور وحب الشباب وعلى عكس الأدوية المضادات الحيوية فإن نيم يحارب البكتيريا دون التسبب فالإصابة بمقاومة المضادات الحيوية مع مرور الوقت ونظرا لقدرته على قتل الجراثيم يستخدم النيم كعلاج لأنواع مختلفة من مشاكل الفم مثل تسوس الأسنان التهاب اللثة وأمراض اللثة الأخرى والمنع للتهابات الجلدية يفضل استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة التي تتحطو على النيم كواحدة من المكونات الرئيسية وأخيرا يمكن تناول أقراص النيم للمساعدة على إزالة السموم وآمن الكائنات الطفيلية المتراكمة فالجسم كما يجب استشارة الطبيب لتناول الجرعة الصحيحة عشب جول الدنسال تعمل هذه العشبة بشكل جيد للعدوى البكتيرية الموضعية والداخلية على حد سواء وتحتوى جول الدنسال على مركب يسمى بربارين الذي يساعد على قتل العديد من أنواع البكتيريا التي تسبب العديد من المشاكل الصحية كما أن البربارين ينشط خلايا الدم البيضاء مما يجعل عشب جول الدنسال من أقوى الأعشب التي تحارب العدوى وتعزز جهاز المناعة قائمة بأنواع الطب البديل الأكثر شعبية باتت العلاجات البديلة أو ما يعرف بإلى طب البديل من أكثر المصطلحات شيوعا في مجال رعاية الصحيات خلال السنوات الأخيرة حيث يلجأ إليها المرضى كبديل عن الطب التقليدي يندرج استبدال الأدوية الكيميائية مثلا بالأعشاب أو المكملات العذائية تحت هذا الطب وقد يرتبط الأمر في بعض الأحيان بممارسات لا تستلزم أدوية أو علاجات مثل التأمل واليوغة فيما يلقائمة بأشهر أنواع الطب البديل المتداولة عالميا والتي أثبتت فاعلية في علاج بعض الأمراض المزمنة واحد العلاج بالمثل يعتمد هذا العلاج الذي أطلقه سايمويل هافان مونو في المانيا عام 1796 على المبدأ القائل بأن الدواء منداء وبحيث إن كانت كمية صغيرة من مادة ما مسؤولة عن توليد مجموعة من الأعراض في جسم شخص سليم فإنه من الممكن استخدام المادة نفسها لمعالجة ذات الأعراض التي يعاني منها شخص مريض يقوم ممارس هذا العلاج بتقسم المرضى إلى أفراد ومن ثم وصف مجموعة متنوعة من الأدوية لمنح الجسم حالة من التوازن قادرة على الشفاء من المرض تكون هذه الجرعات بكميات صغيرة وتحتوي على مزيج من العلاجات النباتية والعشبية واليوغة والتأمل وغيرها من الممارسات التقليديات إثنان التنويوم المغناطيسي يعتمد التنويوم المغناطيسي على إدخال المريض في حالة معدلة من الوعي بحيث يتم تمرير اقتراحات خفية له لمساعدته على تحسين حالته الصحية لطالما استخدم هذا العلاج لمساعدة المرضى على الإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن الزائد وعلاج حالات الأرق وغيرها وقد أظهرت الدراسات أن التنويوم المغناطيسي يخلق رد فعل بيولوجي داخل الجسم بما في ذلك تحفز الجهاز العصبي إلا أن آخرين يرون بأن ليس هناك وسيلة لتحديد مدى فعالية نهذه الطريقة في العلاج ثلاثة اليوغة كل من يقوم ببعض حركات اليوغة في النادي الرياضي سيلاحظ تحسنا في مرونتان الجسم وفي الدورة الدموية لليوغة فوائد صحيات جمة حيث تشير الدراسات إلى أن ممارستها بانتظام تخفف من الأجهد والاكتئاب إلى جانب السيطرة على ارتفاع الضغط الدم وأعراض مرض السكري ومن مزايا اليوغة أيضا أن مخاطرها قليلة إذ تعتمد على الحركات البدنية المترافقة مع التنفس اللطيف والتأمل فتوحد العقل والجسد وروح مع لصحة أفضل أربعة التخيل الموجه علاج تقليدي مخصص لمرض سرطان وضحايا السكتة الدماغية وأولئك الذين يعانون من القلق والتوتر حيث يعمد الأطباء إلى تركيز على صورة أو مفهوم محدد لتحسين العلاقة بين العقل والجسم وقد أظهرت الدراسات أن هذه الطريقة تساعد الدماغ على تعزيز نشاطه مما يساعد مرض السكتة الدماغية على استرجاع وظائف الدماغ الأساسي التي تأثرت بسبب المرض خمساء الأي ورفيدا واحدة من ممارسات الطب البديل التي شاعت في الهندي منذ آلاف السنين بهدف الوقاية من الأمراض وعلاجها يستخدم معالج الأي ورفيدا الأعشاب والحاميات وتمارن التنفس والتدلك والتأمل لمعالجة الذات واستعادة توازن الجسم تتشارك الأي ورفيدا مع بعض خصائص الطب الصيني في إيمانها بطاقة الحياة حيث يعتقد بأن الطاقة السيئة أو المعطلة هي المسؤولة عن الأمراض التي يمكن علاجها عن طريق إعادة التوازن إلى عناصر الطاقة أو البرانة عن طريق تحقيق التوازن بين العقل والجسد وروح ستة التدليق أصبح التدليق جزءا لا يتجازا من منظومة الحياة الحديثة للتخفيف من الألم والتوتر ويساعد التدليق على التخفيف من ألم العضلات والسريع الشفاء وتحسين أداء الجسم عموما سبعة التأمل واحد من أكثر الممارسات العلاجيات شيوعا في الطب البديل يركز المتأملون على التنفس البطيء مع إقاءة ذهن خاليا من كل ما يمكن أن شوشه يساعد التأمل في التخفيف من أعراض التوتر والقلق والاكتئاب وحالات الأرق ويمكن أيضا الدمج بين الصلوات والتراتيل الدينية وبين التأمل لتحسين الصحة ثمانية تقويم العمود الفقري يعتمد على تقويم العظام والمفاصل والعضلات والعمود الفقري لتحسين الصحة وتخفيف الألم تؤكد بعض الدراسات على فاعلية تقويم العمود الفقري في علاج الأم الظهر ورقب وقد يجمع بعض المعالجين بين تقويم العمود الفقري والعلاج بالمثل لتحقيق نتائج أفضل تسعى طب الأعشاب تدعم العديد من الدراسات العلميات الموثوقة استخدام العلاجات العشبية حيث أن لكثير من الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يتم تناولها يوميا جذورها في الطب الصيني القديم وغيره من طرق العلاج البديل إلا أن من الواجب الحذر من بعض أعراضها الجانبيات الخطرة لذا يفضل دائما استشارة طبيب عشر الوخز بالإبر علاج تمتد جذوره إلى ألاف السنين في بلاد الصيني وغيرها من دول آسيا يستخدم المعالجون في العلاج أبرا رفيعة وصغيرة لمعالجة تدفق الطاقة الطبيعي في الجسم بحيث تغرس هذه الإبار في أكثر من أربعمائة نقطة محددة في الجسم تدعم منظمة الصحة العالميات استخدام الوخز بالإبر علاج أكثر من ثمانية وعشرين حالات طبية مثل الآلام العامة ومشاكل الجهاز التنفسي والضرابات الجهاز الهضموي وغيرها تنبيه هام لكل مريض جميع الموضوعات التي نقدمها هي نصائح عامه لتنمية المعلومات الصحيات والزيادة الوعي الصحي ويجب على كل مريض مراجعه طبيبه المختص لأن كل حاله تخلطف عن الأخرى وكل شخص متفرد بذاته ولذلك يجب أن يكون التشخيص والعلاج حسب حالة كل شخص نسأل له إلى يضعنا في ظروف صعبة ولكن هذه المعلومات يجب أن نكون جميعا على دراية بها للاستعداد لأي موقف لذلك لا تترددوا في نشر هذه المعلومات لمشر الوعي لأقصى درجة أذكروني بدعواتكم وفقكم الله واغفر لكم وعافكم وشفكم وأخلف الله عليكم من خيراته وبركته وارزقه أخوانيين وأخواتي في الله ونقله لكم الأمة الفقيرة إلى عفو الله ومرضاته غفر الله لها ولوالديها ولأخواتها وذرياتها ولاهلها ولأمة النبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ويجعلنا من عباده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمة والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والقاظمين الغيظة والعافين عن الناس والمحسنين والمتقين الأحياء منهم والأموات اللهم أخفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته مننا فأحيه على الإيمان ومن توفياته مننا فتوفه على الإسلام ويجمعنا أجمعنا فأعلى درجات الجنة مع نبينا محمد وجميع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقات حققت الآمال يتوفر لهم كل شاء فلم يبقى إلى الثناء وأخيرا أسأل الله أن يتقبلوني أنا وذرية أو والداء وأخوات وأهلا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأمة محمد أجمعنا صلى الله عليه وسلم الأحياء منهم والأموات شهيدا في سبيله وأن يلحقنا ويسكن الفردوس الأعلى من الجنة مع النبينا والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقات أسألكم أن تسامحوني وتغفروا لي زلاتي وأخطائي وأن يرضى له عنا وترضوا عنا وتهتموا وأسألوا له العظيم أن ينفع بما نقلت للمسلمين والمسلمات سبحانك لهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعواهم فيها سبحانك لهم وتحويتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أميني أضرب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم ورد العلم إليه أسلم له وسمحت لأتنسي لاشتراك والآيك وتعليق 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 علي الفيديو برايك وشارك الفيديو مع الأصدقاء ليستفيد الجميع والسلام عليكم والرحمة الله